أكيد يا وهج المرأة كل يوم بتحقق إنجازات مو بس بمجال الإنترنت فهي الأم والمعلمة والطبيبة والمهندسة وربة البيت والوزيرة ورئيسة الوزراء كمان وكثير من هؤلاء النساء حققوا نجاح وشهرة واسعة وكانوا رائدات في مجالهم ورح نتعرف على بعض من أبرز قصص نجاح المرأة حول العالم معك يا وهج نعم شكراً لتشادينا أكيد رح نتعرف اليوم على بعض من أبرز قصص النجاح في البداية نوجه تحية لكل النساء بيوم هم العالم وبها المناسبة حاب ننصلط الضوء على بعض من أبرز قصص النجاح للنساء حول العالم نبدأ مع ماريغري تاتشر وهي رئيسة الوزراء البريطانية على مداره دعش عام لقبت بالمرأة الحديدية واستطاعت خلال فترة حكمها تغيير سياسات بلادها والاقتصادية وحتى الاجتماعية أيضاً أما قصة النجاح التالية فهي غنينة عن التعريف المستشارة الألمانية أنجلة ميركل اللي ترأست حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وهي من أبرز القادة الأوروبيين أيضاً رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين والتي تبلغ من العمر 34 عام وهي تترأس ائتلاف حكومي مع أربع قيادات نسائية أخرى وهي أصغر رئيسة وزراء عالمياً وفي تاريخ بلادها أيضاً أما من العراق فالمهندسة المعمارية العالمية زوها حديد اللي نفذت أكثر من 950 مشروع في 44 دولة حول العالم وهي من أوائل النساء اللي نالوا جائزة بريتسجر أما في لبنان فالأم تريزا اللي كانت أيقونة العمل الإنساني ورمزاً عالمياً لخدمة الآخرين بعد ما كرست حياتها لفقراء كالكوتا وحصت أيضاً على جائزة نوبل للسلام بعام 1979 ننتقل إلى الإعلامية الأمريكية الشهيرة جداً أوبرا وينفري فاتغلبت على الفقر والاتهاكات الجنسية والضرب أيضاً حتى تصبح واحدة من أبرز أثرياء الولايات المتحدة المؤثيرات في العالم أجمع أما رائدة الموضة كوكوشانيل فهي تعتبر من أهم الشخصيات في القرن العشرين وأحد مصممي الأزياء الأكثر ابتكاراً وللعبة دور أساسي في وضع قواعد للبس النساء وفي المجال الحقوقي فمثلت المحامية البريطانية من أصول لبنانية أبل عالم الدين كلوني اللي مثلت ضحايا داعش أمام المحكمة الجنائية الدولية هذه كانت أبرز قصص النجاح لنساء خطة والتاريخ وكان اسمهم لا يمكن عبورة أكيد في أي محفل كانوا يتواجدون فيه أو بأي مكان تواجدون فيه موسيقى